أهم حاجة عند الممثل أنه ما يقعش الفخ أنه يبقى عنده ميزة واحدة حاجة واحدة هو شاطر فيها لأنه لو هو معتمد مثلاً من ممثله أنه هو شكل وسيم حيلاقي لشكله أخلى منه فكلامك ده بيفكرني بأهمية أنه الواحد يبقى عنده مميزات كتيرة ويشتغل على سكلت زي ما أنت قلت بس أريد أسألك على حاجة كمان يعني أنت يمكن الحظ خدمك في الأول أنه وصل لك لبطولة لنجاح من بدتي لكن أنت فدلت مستمر ومحافظ على مكانك وبالعكس بتتطور شايف إيه اللي ساعدك أن أنت تحافظ على مكانك في وسط المنافسة فيه جديدة والفرص فيه قليلة يعني فيه جزء كبير حظ يعني أنه يكون في المكان الصح في المكان الصح في الوقت الصح بس كمان أنا كان ليا مكان في الصناعة حاسس يعني لما ببص لورا إحنا الصناعة بتاعتنا مش كبيرة قبل زي ما إحنا أو أنا كنت متخيل وأنا صغير لما روحت اشتغلت بره لأ أغرفت إحنا حجم الصناعة بتاعتنا إيه فهو مش قليل أهم صناعة في الميدل إيست طبعا بس مش كبيرة قوي فلا حاستنا أنا كان منطقي إن أنا أشتغل وأبقى موجود وأبقى متواجد وعلى الفكرة أنا ما يعني النجاح ده ما كانش كده كان لأ فيه أفلام عملتها ما ظهرتش أصلا للنهور في أفلام مشاريع عملتها نجحت جدا قسرت الدنيا على المستوى التجاري بس أنا محبتهاش مثلا أنا مش بحاول أشغل نفسي باللي بدلوقتي قوي الدماء أنا عايزة أوصل لإيه قدام أو إيه الفيجين لقدام فبحس إن الحاجات دي نوعا ما بتتتتتتت مع بعض إن